أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس استمرار عملية انتشال القاطرة فهد بواسطة الرفع إنقاذ وإخلاء المجرى الملاحي للقناة وخلال متابعته جهود الإنقاذ من موقع الحادث أوضح رئيس الهيئة أن تنظيم حركة الملاحة بالقناة تشهد ترتيب أولوية دهول السفن من الاتجاهين بما يضمن إجراء أعمال الإنقاذ ولا يعيق الملاحة وتشهد حركة الملاحة بالقناة اليوم عبور 38 سفينة من اتجاه الشمال بإجمالية حمولات كلية 2.6 مليون طن فيما تعبر مساء 45 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالية حمولات كلية قدرها 2.7 مليون طن